الفلتر اخوانا هو برضو عبارة عن تأثير على الصورة زي وزي زي مثلا زي كل التأثيرات حلو جدا فالتأثير اللي انا هعمله على الصورة ده عبارة عن عبارة عن تأثيرات كتيرة ملمومة مع بعضها والناس اصطلحت عليها بمعنى ايه احاولها بشكل ابسط من كتر ما الناس بيجي بتعمل التأثيرات دي بيجي ايه بيجي التأثير ده مطلوب بيجي الناس كلها بتدور عليه فالموضوع ده بيجيوا بيسموه فلتر ولزيك اللي يعرف فيكوا يستخدم من استجرام ولا حاجة هلاجي انستجرام فيه ما يسمى بالفلترز الفلترز ايه عبارة عن تأثيرات الناس عملتها من قبل كده نوع غمج في اللون شوية فتح اللون شوية ادهى الجسم انت شكله ايه مش عارف حط ستايل ايه عمل كزا عمل كزا كل دول في الاخر كوانولي ما يسمى بالفلتر والفلترز بقى دي قايمة كبيرة جدا وفيه كمال فلترز موجودة اولاين ممكن بتشتريها وفيه فلترز كتيرة موجودة في بتاعة ادوبي تقدر تستخدمها هلاجي عندي قايمة كاملة اسمها فلتر دي كلها بقى شوية فلترات من ايه من اللي جالبك يحبه فعندين حاجة اسمها فلتر جالري حلو جدا خد لبالك الفلتر جالري دي شوية شوية يعني تأثيرات لطيفة بص مسلا تأثير زي ده تأثير زي ده ها حدو اخل بالو يا راكو في التأثيرات دي كلها اللطيفة الامر ان اي تأثير انت بتجف عليه ايه اللي بيحصل بتلاجع على الجنب هنا بتاعت التأثير ده بتلعب في التأثير اللي انت عملته وتبدأت تضيف له تأثير اكتر تغيره تجلل التأثير تزوده براحتك وده اللي بحضر لكم وعندنا اشكال مختلفة للتأثيرات يعني بصوا في شكل زي ده مسلا اللي هو مسلا زي ما تكون يعني كأنك جايب ايه فرشة وجعدت ترسم فانت ممكن تطلع وزيك حتى ممكن تستفيد منها فين ففكرة انك تحول رسمة لكرتون مسلا او زي ما تكون مرسومة ما عند انت في الاخر انت مرسمتش حاجة هو الفلتر ده هو اللي ضاف اللي ايه التأثير البسيط اللي احنا تكلم في ده وعندنا امسل كتير للتأثيرات ده بالنسبة والحد اخد لباله منها اخوانا زي ما تشافين افكار لطيفة جدا حل كل واحدة باجا فيها فيها دي بس خالنا باجا هنا نقول ملاحظة مهمة جدا لو انا جيت طبقت التأثير ده ودوست اوكي ايه اللي حصل انا كده لبست في الحياط برافو عليك ليه لان انا لعبت في اصل الصورة طب ايه الحل باجا الحل اخوانا ان انا جاب لي ما طبق اي تأثير كليك يمين اه كونفيرتو سمارت اوبجيكت لما الصورة بتاعة تبقى سمارت اوبجيكت زي ما احنا اتفاجنا يبقى انا كده مش اقدر ايه مش اقدر الالعب فيها خلاص اي تأثير هيحصل مش هيأثر على اصل الصورة فلو انا جيت هنا طبقت التأثير اللي انا كنت فيه مسلا لو فتحنا فلتر جاري دي تاني وخدنا مسلا منا هسيدي تعالوا ناخد وتعالوا ناخد ده ايه راكم في التأثير ده او التأثير ده مسلا اللطيف ده حلو خاص بكسل كده زي التقني حل وروح دايسين ايه دايسين اوكي عارف التأثير اللي اضاف ده ما يسمى بالسمارت فلتر ده فكرة ايه ان انت في اي وقت عاوش شيله بص كده هدو اخد البال من العظمة الموضوع ده مهم جدا ليه عشان ملعبش في اصل الصور حلها ايه ان يكون عندك سمارت اه سمارت اوكي لو انت عندك سمارت اوكي فانت خلاص هتقدر تطبق عليه سمارت فلتر بتقدر بالمناسبة دابل كليك على الفلتر كده تفتح الفلتر وتتعامل معاه في اي وقت عاوش تخفي الفلتر ده خلاص شيل العين دي خلاص الموضوع فالموضوع اخوان بتاع الفلتر ده حاجة لطيفة ازاي اكرر فلتر انا عملته قبل كده يعني مثلا انا فيه صور كتيرة وفيه صورة انا طبقت عليه الفلتر ده وعجبني عاوش تطبق نفس الفلتر عليه على فلترات تاني كلام ده اللي اجي فيه من قيمة فلتر لما دوس هنا بصوا alt ctrl f او اختار اول امر اظاهر عندي ده بروح يعمل ليه يعمل للفلترات دي كلها هنا في حاجة تانية واجه اللي فوق لطيفة شوية زي ايه مسلا زي تأثير البلير ده مشهور جدا بلير اللي هو ايه تمويه ان الصورة تبقى مموهة واخد دي اللي بالكم يعني ايه مزاغولة نعم ما عرفش اقولها ازاي بالعربي بس مسلا لو خدنا بلير ده وروح مسلا عملنا حاجة زي الجوسم بلير ايه رأيكم هل مفهومة فكرة الصورة المموهة دي اهو بصوا اهو بصوا كل ما تزوج القيمة كل ما ايه كل ما الصورة اه تزاغول اكتر لحد ممكن تختفي خالص حتى وطبعا يا جدعان ده فلتر في لحظة عاوة تشيله شيله فيه النويز النويز اللي ايه مسلا ان انا ممكن اخلي بصوا حد اخد لباله من الصورة زي ما يكون عليها مسلا كده تنمين زبطنا الاداء بالمناسبة انا هنا حطت ايه اخوانا اتنين فلترز الكلام اللي انا حطه ده ما ينفعش يتنفس فينا في لما الصورة تبقى مش سمارت اوبجيك شوف لك اللما يبقى سمارت اوبجيك تحط كزا فلتر يا سيدي وطبق عليهم زي ما انت عاوز حلو خلص ده بالعكس ده انت كمان ممكن ايه تسحب فلتر تنزل وتحت وتطلع التاني فوق في حاجة اسمها من قايمة في حاجة اسمها ده اللي هو عارفين العدسة اللي هي بتاعت بصوا كده اللي هو افلام مجد ابو عميرة زمان كانت زمان كده يعمل لك ايه بص مجد ابو عميرة روح دي طلع لك كده جال ايه اه بص لما دوسك اه هل الواضحات هاو برضو تأثير لطيف جدا وتقدر حلو فيه تأثير شوية تأثيرات عظيمة جدا